تحياتي وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثة حلقة اليوم موضوع آخر حلقة الماضية اتناقشنا فيها عن أغرب الحراس في كرة القدم وحلقة اليوم نتناقش فيها عن مقولات مؤثرة رسمة شكل كرة القدم لفترة من السنين نبدأ بتصريح عادي ربما أثر تكتيكيا لكن 100% أثر إعلاميا جزا مورينيو عندما راح لتشيلسي طلع بتصريح غريب نسب اسمه The Special One لليوم كلامه كان يعني ما تعتبر ليش مغرور لكن أنا بعتقد أني رجل مميز مورينيو قاعد ستنين من ذلك التصريح لليوم هو يحكي للناس أنا ما قلت I am The Special One أنا حكيت I am Special One يعني أنا رجل مميز مش الرجل المميز مش الرجل الخاص أنا رجل الخاص طبعا هذا الاسم هذا اللقب لازم مورينيو ومن الجنون أنه ننكر دور مورينيو في إعلامية كرة القدم وإثارة كرة القدم من 2004 حتى هذه اللحظة ربما تراجعت نجوميته في الفترة الأخيرة لكن ما زال مورينيو قادر يلعب بأعصاب الإعلام بحركة أو حركتين اللقب كثير ساعد مسيرة مورينيو اللقب كثير ساعد رمزية مورينيو أينما ذهب التصريح الثاني أسطولة ليفربول بالشانكلي له كلام جميل جدا قال أنا بشوف الناس بيقولوا أنه كرة القدم مسألتها يا أموت للأسف هذا سلوك مخيب إنها أكثر من ذلك بكثير 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 الرجل هذا التصريح أصبح رمز لشغف كرة القدم أصبح رمز لمعنى كرة القدم بالنسبة لكثير من الجماهير وحاتلقوا كثير ناس لما يناقشوا حدا بكرة القدم بقولوا كرة القدم مش مسألتها يا أموت كرة القدم أكثر من ذلك بل شانكلي الرسم طريق مشاعر كرة القدم بكلمات بسيطة لليومنا هذا وبالتالي أنا بعتبره من التصريحات المؤثرة أكيد في كرة القدم خلونا ننتقل من ليفربول للخصم التقليدي مان يونايتد في أغسطس 1995 مان يونايتد بدأ يعمل إحلال وتبديل فريكسون أخذ قرار بتصعيد لاعبين شباب يلعب بالفريق الأول وفي أول مباراة سقطوا أمام أستون فيلا ليخرج محلل قناة بي بي سي ألان هانسن وينتقد بصراحة أريكس فريكسون وبيقول له ما حتفوز بشي بأولاد طبعا كان قصده المدرسة الشهيرة اللي طلعت بيكهام نيفل جيكس وكل هالشباب الصغار اللي طلعوا من أكاديمية يونايتد نهاية الموسن يونايتد فاز بالدوري وفاز بالكأس وعلى المدى الطويل هذور الأولاد أصبحوا أساطير والأولاد صنعوا أسطورية مان يونايتد وأعطوا الأفضلية ليكون أكثر فريق فوزا في الدور المحلي قادوا لدور الأبطال 99 ومنهم من ساهم بدور الأبطال أيضا لاحقا في 2009 هذا التصريح أصبح ربما أكثر تصريح يندم عليه أحد وأصبح أكثر تصريح يخلي الناس تفهم أنه كرت القدم ملهاش نظريات نعم أنت فعليا صعب تفوز بأولاد لكن فرقسون فاز بأولاد وطبعا ممكن ديجي واحد يقول لك نسحين تفوز بالعالمين كلهم كبار بالعمر وحتلقى فريق آخر فاز بفريق كله كبار بالعمر هذا التصريح رمزيا لما في الشي بأحكام مسبقة في هذه اللعبة وننتقل للتصريح الرابع ولاز بيكون دياغو ماردونا ضيفنا في عام 86 مشهور القصة الأرجنتين واجهت إنجلترا بعد حرب كانت بين إنجلترا والأرجنتين فكانت مسألة وطنية بالنسبة للأرجنتين أكثر من إنها كرة قدم ماردونا طبعا سجل هدف بإيده والهدف الثاني يتمنى الإنجليز لو كان بإيده لأنه أصبح تاريخي في اللي عملوا فيهم بس بالهدف الأول لما طلع ماردونا قالوا له شو اللي صار قال لهم إنها يد الرب التي سجلت وكان يعني رمزية تغيض الإنجليز بتلك الفترة السياسية ماردونا بعد ذلك تراجع على التصريح وقال يعني بسنوات طويلة طبعا وقال لا شو يد الرب مين أنا سراق أنا هذي فعلا سرقة وتلك اليد كانت يد ماردونا بس مفهوم يد الرب أصبح مفهوم تاريخي لكل واحد بيقدر يسجل هدف بإيده قبل الفار طبعا لأنه بعد الفار انتهى الموضوع بس قبل الفار كل واحد بيقدر يسجل هدف بإيده وينفد فيه أصبحت الإعلام وسائل الإعلان تتكلم عن هذا المفهوم وأصبحت رمزية لأنك تجيب شيء بالغش يوهاني كرويف له كثير مقاولات فرح أحترت شو أختار منها يوهاني كرويف الرجل الذي عنده الاستحواذ والكرة الشاملة والكرة الجميلة ربما أفضل تصريح بلخص كل أفكار واللي هي فعلا لليوم أي حدا بلعب كرة كرويف نحكيها اللي كان فيها كرة القدمة كثير بسيطة بس كثير صعب أنك تلعب كرة بسيطة كرويف يعني عالم من التصريحات واللي بتشرح هذه البساطة وصعبتها يعني مثلا أنك بدون كرة مستحيل تسجل وأنك إذا الكرة معك مستحيل خصمك يسجل وأنه التقنية مش مسألة مهارات وترفيع كرة وهذا الكلام لا التقنية هي تمرر كرة بالسرعة الصح بالاتجاه الصح للقدم الصح لخصمك بوري قدش تعقيد بفكرة تنظيرة واحدة بالنسبة إليه بس بنفس الوقت كرة القدم بسيطة بس صعب جدا تلعب ببساطة هذه خمس تصريحات وزي ما عودتكم بتوب فايف أنا رجل ديمقراطي وبعمل شي اللي في دماغي وبقول لكم ببساطة علقوا وحكوا لي شو في تصريحات بالنسبة إليكم مؤثرة في فلسفة كرة القدم في نظرتنا لكرة القدم حتى هذا اليوم بوصلوا لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك كتبتا الإنستغرام وضروا لي جدنا تبعوني عسل في سبورت والسلام عليكم ورحمة الله